حملة أطلقتها شرطة إسرائيل تدعو حملة السلاح من المجتمع العربي إلى تسليم الأسلحة والوسائل القطالية التي بحوزتهم دون أن يتعرضوا للمساءلة القانونية يطرح المواطن العربي عدة تسؤالات حول مدى فاعليتها وجدواها يمكن تتكشف عنده أشياء كتير اللي هو كان يعملها من سرقات من ابتزاز من كده لا يعلق المواطنون العرب في الداخل أمالا كبيرة على المساعي التي تبذلها الشرطة ويتهمونها بالتقصير والتقاعص في أداء دورها كما يجب وأنها لا تستنفذ كافة الموارد المتوفرة لديها للقبض على المجرمين وحملة السلاح ولا تقوم بإنزال عقوبات شديدة بحقهم على حد تعبيرهم أنا حسب الأدقاء غير ناجحة أول شيء اللي راح شرى السلاح بالأدى مصاري والأدى هم السلاح ما عندهم يرجعوا اللي عندهم يرجعوا بستناش الحملة هاي بيكسروا بيزدوا أو بيزدوا بشوعة بدون ما يكشف عن حاله بقولوا من روح نسلم السلاح اللي عندنا يمكن الشرطة عملنا ملف أو تعملنا قضية أو 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 ما بعرفوش إنهم بغضر يسلموا السلاح بدون أي ذكر اسم أو مثلا عنوان أو شيء عنه زي فلازم يكون توعد الموضوع من أساسه حملة للشرطة يرى البعض بأنها قد أثبتت فشلها في الماضي في ظل ارتفاع عدد جرائم القتل وحوادث إطلاق النار داخل المجتمع العربي تراكمات وإخفاقات أفقدت المواطنة العربية ثقته بجهاز الشرطة الإسرائيلية ونجاعته في توفير الأمن والأمان لهم